الآيات بنفس مضمون هذه الآية وبحسب تفسيرهم لقرآنه تتحدث عن محمد وآل محمد تارة تتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر وتارة تتحدث عن سلسلة الأئمة الأثنى عشر صلوات الله عليهم جميعا الآيات كثيرة والروايات أكثر وأكثر في تفسير تلك الآيات أنا لست في مقام الاستقصاء ولست في مقام ذكر الكثير من الروايات إنما أضرب لكم أنثلة نماذج فقط بالضبط مثل ما فعلت مع كتب اليهود والنصارى ومع كتب النواصب لأنني لست في مقام الاحتجاج لا أريد أن أحتج على أحد أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم كي تتلمسوا الوضوح القرآن تحدث عن محمد وآل محمد بعدة مستويات هذا مستوى من المستويات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذا أمر واضح للحديث عن شأن الأمة وعن الطاعة الواجبة التي تكون لله ولرسوله ولأولي الأمر من بعده صلى الله عليه وآله هناك مستوى آخر في سورة التوبة في الآية السادسة والثلاثين إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم هذا التعبير ذلك الدين القيم الدين القيم هل هي شهور السنة هذا الكلام منطقي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني حينما نعرفها هذا هو الدين القيم أي منطق هذا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين هذا مستوى من مستويات حديث القرآن عن محمد وآل محمد نحن لا نفقه ما يقول القرآن بحسب القرآن وبحسب ما تقدم من حديث من أن القرآن نأخذه منهم فقط لا نأخذ القرآن من عند أنفسنا ولا نستطيع أن نتواصل مع الله ولا يوجد غيرهم يفقهنا القرآن ماذا يقولونهم؟ الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة الطبعة طبعة أنوار الهدى قموا المقدسة في الصفحة الثامنة والثمانين إنه الحديث السابع بعد العاشر بسنده بسند النعماني صاحب الغيبة عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه ذات يوم الرواية طويلة عودوا إليها وهي مهمة جدا الإمام ذكر الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إلى آخر الآية ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ومعرفة الشهور المحرم وصفر وربيع وما بعده والحرم منها يعني الأشهر الحرم والحرم منها هي رجب وذو القعد وذو الحج والمحرم لا تكون دينا قيما لأن اليهود والنصارى والمجوسة وسائر المللي والناس جميعا من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدونها بأسمائها فهل هؤلاء على الدين القيم وإنما هم الأئمة والقوامون بدين الله والحرم منها هم العليون العليون الأربعة علي المرتضى علي السجاد علي الرضا علي الهادي الكلام شرحته فيما سلث ولا أريد أن أقف عند تفاصيل الروايات الرواية فيها تفصيل أكثر عن ذكر الأئمة صلوات الله عليهم لكنني لا أستطيع أن أقرأ كل النصوص هذا مستوى من مستويات ذكر الأئمة أبو حمزة الثمالي كان موجوداً أيام الإمام الصادق وبقي حياً بعد استشهاد إمامنا الصادق فهو عارف بأسماء الأئمة وهو عارف بتأويل القرآن بحسبهم صلوات الله عليهم القرآن هكذا تحدث عن محمد وآل محمد في هذه الآية إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض أبو حمزة الثمالي وغيره من أصحاب الأئمة كانوا يعرفون أن الآية في سلسلة الأئمة الإثني عشر ويعرفون الأئمة من عليهم إلى قائمهم صلوات الله عليهم أنا أضرب أمثلة وإلا فالروايات كثيرة هذه نماذج وبنحو سريع الآيات التي تحدثت عن الأئمة إن كان بحسب المستوى الأول ضربت لكم مثالاً من سورة النساء في الآية التاسعة والخمسين هناك مستوى آخر قطعاً وفقاً لذلك المستوى هناك آيات كثيرة ورد تأويلها عنهم ورد تأويلها عنهم ورد تأويلها عنهم وبحسب المستوى الثاني إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله هناك آيات عديدة بهذا المستوى وهناك مستوى ثالث وهو مستوى مرموز أمير المؤمنين حدثنا عن رموز القرآن أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين أقرأ من الصفحة الثانية والخمسين بعد المائتين من حديث طويل مفصل عن أمير المؤمنين عن الذي بايعناه في بيعة الغدير عن الذي بايعناه في بيعة الغدير أن لا نأخذ التفسير والثقافة القرآنية إلا من هو يقول وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز هناك رموز في القرآن الأمير هو الذي يقول وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون إلى آخر كلامه فجعل في كتابه رموزا الله جعل في كتابه رموزا لا يعلمها إلا هو وهم وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى سورة الفجر والفجر وليال عاشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجر لذي عقل الحجر هو العقل هل في ذلك قسم لذي حجر بماذا أقسم الله والفجر إنه القائم بحسب أحاديثهم وليال عاشر الرواية تقول من الحسن إلى الحسن من الحسن المشتبى إلى الحسن العسكري والشفع والشفع علي وفاطمة يذكرني هذا بسورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان ماذا يقول أئمتنا علي وفاطمة هما البحران بحران من العلم حميقان علي وفاطمة هما الشفع مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلاء ربي أكذب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن وحسين القرآن مليء بهذه الرموس التي لا يعلمها إلا الله وهم وهم يعلموننا والفجر القائم وليال عشر من المجتبى إلى العسكري والشفع علي وفاطمة والوتر الذي في الروايات هو الله هو رسول الله لكن الرواية حرفت والوتر والليل إذا يسر إنها دولة الباطل دولة سقيفة بن ساعدة التي لا زالت مستمرة إلى يومنا إنها دولة إبليس والتي ستنتهي متى عند الفجر ينقض الليل والفجر القائم وليال عشر علي هو الذي قال من أن الكتاب فيه رموز هذه هي الرموز هم كشفوا لنا هذه الرموز أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث النجف الاسترابادي شرف الدين الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة إنه الجزء الثاني صفحة سبعمية واثنين وتسعين الحديث الأول عن جابر الجعفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والفجر هو القائم وليال عشر الأئمة من الحسن إلى الحسن من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري والشفع أمير المؤمنين وفاطمة والوتر هو الله وحده لا شريك له تحريف هنا واضح الوتر هو رسول الله والليل إذا يسر هي دولة حبتر وحبتر عنوان للأول فهي تسري إلى قيام القائم حيث تنشأ دولة بن العباس قبل قيام القائم في بغداد والنجف هي دولة حبتر هذه دولة الحباتر والليل إذا يسر هي دولة حبتر فهي تسري إلى قيام القائم الحبتر هو الثعلب الحبتر من أسماء الثعلب تقول هذا ثعلب وتقول هذا حبتر والمعنى واحد والحبتر هو أمكر الثعلب أمكر الثعلب هو حبتر الثعلب هذا هو قرآنه وهذه رموزهم وهذه أحاديثهم هكذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين يقول لنا في الخطبة السابعة والثمانين من نهج البلاغة الشريف من الطبعة التي مرت الإشارة إليها أمير المؤمنين يخاطبنا فأين تذهبون فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون الخطاب لنا وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحاق وأعلام الدين وألسنة الصدق خذوا الصدق منهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن كيف نستطيع أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن نتمسك بالمنهج العمري حسبنا كتاب الله كيف نستطيع أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن لا نفقه القرآن لا نعرف تأويله إنما ننزلهم بأحسن منازل القرآن مثل ما أفعل الآن حينما أتمسك ببيعة الغدير وحينما أأخذ التفسير من علي من علي من علي فقط وهذا هو كلام علي تلاحظون أن منطق أمير المؤمنين ومنطق القرآن ومنطق الروايات والأحاديث من آل علي تلاحظون أن المنطقة منطق واحد ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي ألا لعنة على تفاسير مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة على علم رجاله وعلم أصوله وعلم كلامهم ألا لعنة على كل قذاراتهم التي دمروا بها ديننا وعقيدتنا وأضلوا أنفسهم أولا وأضلوا أجدادنا وآباءنا ولا زالوا على ضلالهم هؤلاء الثولان الغبران وكيف تعمهون والله لقد ذهبنا في الضلال يا أمير المؤمنين بسبب ذول الغبران الطائحين الحال وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وماذا تفعلون بعد ذلك بعد أن تنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم 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 الهيم العطاش ثم أقصدوهم مثلما تقصد الإبل العطشة الماء الإبل العطشة صبورة لكنها إذا رأت الماء تقاتلت ركضت مجنونة باتجاه الماء وقع بعضها على البعض وردوهم بعدما تنزلوهم بأحسن منازل القرآن هذا هو منهج العطرة الطاهرة أن نتمسك ببيعة الغدير هذا أولا أن نأخذ القرآن منهم من علي وآل علي أن نعرف منازل محمد وآل محمد من قرآنهم المفسر بتفسيرهم من حديثهم المفهم بتفهيمهم وبعد ذلك ماذا نصنع نارد عليهم كالمجانين ورود الهيم العطاش هذه وصايا علي بن أبي طالب ما هي وصايا هو يقول فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش لماذا نردهم ورود الهيم العطاش بحثا عن حديثهم نريد معارفهم كي نتقرب إليهم نبحث عن كلامهم النوري نبحث عن ثقافتهم وأنا أقول لكم أقول لكم أنتم الذين تتابعون هذه البرامج تعلموا تعلموا كيف تنزلون إمام زمانكم بأحسن منازل القرآن ثم ردوه ورود الهيم العطاش تستطيعون أن تتلمس ذلك عبر هذه الشاشة عبر شاشة فاطمة هذه شاشة الزهراء هذه شاشة الحسين هذه شاشة بقية الله الأعظم هذه شاشة أشهد أن علي ولي الله هذه شاشة القمر شاشة القمر شاشة القمر نذهب إلى فاصل